أفد مصدر قطري رسمي أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يساعدون قطر في تحديد مصدر القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية الأسبوع الماضي وقال المصدر أن فريقا من الـ FBI متواجد في الدوحة منذ أسبوع بعدما طلبت الحكومة القطرية مساعدة واشنطن وقال الدولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة قنة مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق